موسيقى تسع سنواتٍ والوطن يعاني من آثار نكبة الحادي عشر من فبراير التي دمرت وطناً وأهلكت الحرطة والنسر كاميرا اليمن اليوم تضحض أكاذيب الميليشيات الحوثية بسيطرتها على مدينة الحزم عاصمة الجوف موسيقى عاقاتٌ جسديةٌ وآثارٌ نفسيةٌ ونزوح حال الأطفال جراء الحرب العبثية الحوثية في الضالع موسيقى الثالثة والنسب توقيت العاصمة صنعاء أهلاً بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم تسعة عوامٍ على نكبة الحادي عشر من فبراير التي استغل فيها شركاء النكبة حماسة الشباب لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة والوصول إلى السلطة وأجعل من الشباب مجرد مطيةٍ للتسلط على رقاب اليمنيين الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل عبارةٌ لطل ما رددها رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح في تأكيدٍ على الأهمية التي أوليت لهذه الشريحة خلال أكثر من ثلاثة عقود وتمثلت في التنمية التي شهدتها القطاعات الحكومية كافة بدءاً بقطاعي التعليم والصحة وغيرها من المنجزات في البنية التحتية والمشاريع الوطنية العملاقة بما فيها قطاع الشباب والرياضة الذي شهد طفرةً قياسية لدى استضافة بلادنا خليج عشرين أواخر العام الفين وعشرة السلام الوطني اليمني عزف قبل قليل البهاء الرياضي والألق الشبابي والتطور في مختلف القطاعات الحكومية لم يرق لأعداء النجاح وما هي إلا أشهر قليلة حتى عمل أدعياء التغيير مما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك على نسج خيوط التآمر المشترك من خلال التغرير بالكثير من الشباب مستغلين حماسهم في تمرير المخطط الرامي إلى إسقاط النظام واستبداله بالفوضى الخلاقة لكن الزعيم علي عبدالله صالح بحكمته قطع الطريق عليهم من خلال التعاطي بإيجابية مع مطالب الشباب وعندنا على استعداد للتعامل مع الشباب وبشكل إيجابي ولهم الحق أن يشكلوا حزبا سياسيا سنعترف به كان ذلك الصوت الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وتحولت مطالب الشباب إلى حق أريد به باطل وظهر ذلك من خلال استغلال حماستهم بالدعوة إلى اقتحام بعض المقر الحكومية بل وزح في نحو القصر الجمهوري وكل همهم رحيل النظام ومن أجل عدم إراقة مزيد من دماء الشباب الطاهر تسامت القيادة السياسية فوق الجراح التي خلفتها العملية الإرهابية في جمعة رجب الحرام بتفجير دار الرئاسة وتم تسليم السلطة طواعية للحفاظ على ما تحقق لليمنيين من إرث ديمقراطي وبهدف إرساء الانتخابات للتداول السلمي للسلطة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة شريكة فوضى الساحة جماعة الإخوان المسلمين وميليشيات الحوثي فور الوصول إلى السلطة بموجب المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار رموا بأحلام الشباب جانبا وبدأوا التفكير بمشاريعهم الضيقة ما خلق بينهم حالة صدام عسكري امتد من محافظة صعداء مرورا بعمران حتى صنعاء وكان الرابح فيها ميليشيات الحوثي بعدما أحكمت قبضتها على العاصمة في سبتمبر عام 2014 لتشعل حربا في عموم محافظات الجمهورية يتجرع المواطن ويلاتها منذ أكثر من خمس سنوات الدولة المدنية والتوزيع العادل للثروات وقانون العدالة الاجتماعية لم يعد لها وجود في قاموس الإخوان المسلمين وبليشيات الحوثي بعدما أصبحوا في سلطة الأمر الواقع داخل البلاد وخارجه بل جعلوا من الشباب مجرد أداة للتربح من خلالها وتغذية الحرب في مختلف الجبهات كي تزيد أرصدتهم وحساباتهم البنكية على حساب الشباب وشعب يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم يجب أن لا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية تقرير لجنة الخبراء الأمميين الصادر أواخر ديسمبر المنصر وكل التقارير الأممية السابقة تشير إلى حالة الفساد المستشري في الحكومة اليمنية التي نخرت فيها جماعة الإخوان المسلمين أو في ميليشيات الحوثي التي استولت على مقدرات المناطق الخاضعة لسيطرتها لتزيح هذه التقارير النقاب عن الوجه القبيح لمن وصلوا إلى السلطة على رقاب ودماء الشباب وبعد تسعة أعوام يكاد يكون هناك إجماع شعبي على أن خيمة الحادي عشر من فبراير التي ضمت كل القوى الانتهازية ومنها الإخوان المسلمون مع الشباب البريء لم تكن سواء حصان طروادة لتمرير الأجندة الإيرانية التوسعية في البلاد من مجرد ميليشيات طائفية محدودة في كهف مران تحولت إلى وباء نشرته رياح ما سمي بالربيع العربي لتجتاح محافظة الصعدة ثم عمران انقلب الحوثيون على الدولة وتكشفت أطمعهم التوسعية نحو جنوب اليمن في مسعى للسيطرة على تعز وعدن ومن ثم ابتلاع كل مقدرات اليمن وتدمير مؤسساته سكنت أصوات ألاف الشباب اليمنيين الذي كانوا يحلمون بالإصلاحات نوايا بريئة استغلها تجار ومعاول الهدم لكن بعد تسع سنوات عجاف من الأزمة بدأوا يتنبهون إلى أن المخطط التخريبي كان أكبر بكثير من أحلامهم البريئة وأدى الدور الأبرز منذ عام 2011 لتعبيد الطريق أمام الحوثيين وتهيئة الأجوال للتمدد الإيراني في المنطقة ليس من قبيل المصادفة أن يكون عام 2011 الذي كشفت فيه قطر عن الوجه القبيح لمخططها والعام نفسه الذي شهد أهم نقطة تحول في تاريخ الجماعة الحوثية حيث ظهرت الميليشية بمساندة المال القطري وساحة الاحتجاج ككيان سياسي يتطلع إلى اعتراف إقليمي ودولي ومع تسارع الأحداث في اليمن وتصدع التحالفات العسكرية والسياسية والقبلية للنظام نتيجة التخريب الخارجي الممنهج مثل الذكرى مؤلمة لما عرف بالربيع العربي ومحطة جديدة لترميم ما تبقى من البيت اليمني الممزق واستعادة البلد المختطف من قبل حلفاء طهران دول خليجية بعينها بذلت كل جهدها لتأجيز الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومات العربية لحرفها عن مسارها السلمي مستغلة الاندفاع الجارف للشبهة في الأقطار المختلفة ومنها اليمن التي كانت محصنة قبل فوضى العام 2011 بتماسك النسيج الاجتماعي ومن خلال الآلة العلامية التحرذية الضخمة التي امتلكتها هذه الدول وعبر أذرعها المتمثلة في جماعة الأخوان من تحقيق مبتغاها لتتحول الاحتجاجات إلى فوضى تهيي بذلك الأجواء للتمدد الإيراني بالمنطقة بدفع خارجي وأجندة خارجية بدأت من تونس ومصر وسوريا والبحرين وعمان وفي اليمن هذه أجندة خارجية لعنظمة دولية كبيرة وبعد مرور كل هذه السنوات يكاد يكون هناك إجماع شعبي على أن خيمة 11 فبراير لم تكن سوى حصان طروادة لتمريل الأجندة الإيرانية التوسعية في البلاد وللحديث ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ناجي الزايدي مرحبا بك حياكم الله حياكم الله تسعة أعوام على نكبة 11 من فبراير والأيام تكشف حجم المخطط المدمر ماذا تقول بعد هذه الأعوام والله في الحقيقة هذا التاريخ مشؤوم 11 2011 هذا الطريق إلى تدمير اليمن وترميء للنساء وتيسيم الأطفال وسطق الدماء بالمئات وبالآلاف وتدمير المصالح العامة والمصالح الخاصة وانهيار معسسات الدولة هذه هي نتائج 2011-2011 11 فبراير 2011 هذه مكاسبها وللأسف لا زالوا يحتفلوا بهذا المناسبة ولا يخجلوا ولا يشوفوا ما هي ثمرة هذا التاريخ هذا النفرة وليس الثورة الذي عملوا للشعب اليمني والوطنهم والمصالح العامة والمآسي الاقتصادية فهذا التاريخ تاريخ أسود في جبين كل من شارك في قيام يعني حركة الحركة المشؤومة حركة 11 فبراير 2011 للأسف للأسف أن البعض يتغنى يتغنى بإيش تغنى بسفق الدماء بالانهيار الاقتصاد تدمير المصالح العامة تدمير المصالح الخاصة ترميل النساء تيتيم الأطفال فماذا تتغنون بهذا التاريخ المشؤوم تاريخ سيء تاريخ أسود والمفروض أن الذي عملوا هذا الذي قاموا بالحركة في هذا التاريخ أن يعتبروا للشعب اليمني أن يعتبروا لكل صغير وكبير من الشعب اليمني أن يعتبروا للأمة العربية نعم فيما أقدموا عليه في هذا التاريخ نعم وبرأيك شيخ لماذا هذا الإصرار على الاستمرار في التضليل بينما الواقع يكذبهم من خلال ما آلت إليه البلاد يا أخي يقول في المثال إذا لم تستحف اصرع ما شاءت طولا لم يستحوا ولم يخجلوا ولم يرحموا أنفسهم ولا وطنهم هؤلاء مجردين من كل الأعمال الإنسانية من كل الصفات الوطنية التي تنطبق على الإنسان اليمني والإنسان العربي بشكل خاص نعم يخجلوا خجلوا الناس الآخرين الدول الأخرى من هذا التاريخ ومن هذه الأعمال التي قاموا بها وهما لم يخجلوا ولم يستحوا من شعبهم ومن يعني المآثة التي تعرضت لها يعني مصالحهم الوطنية والمصالح الخاصة متى سيعود شركاء النكباء إلى رشدهم ويعترفون بما قدمت أيديهم إن شاء الله أن الشعب اليمني سيحاكمهم وسيعيدهم إلى رشدهم وسيحاسقهم على ما اقترفوه وعلى ما عملوه من أعمال من الأعمال السيئة الذي أدت لعشرات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب اليمني الأبرياء الشيخ ناجس زايدي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام شكرا جزيلا لك 11 فبراير نكبة شعب هاشتاج أشعل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال العديد من المنشورات والتغريدات التي عبرت عن هذا اليوم المشؤوم الذي دمر اليمن واليمنيين وسلم نظام الدولة للميليشيات الحوثية بعد مطالبتهم بإسقاط النظام تحل تحل الذكرى التاسعة لنكبة الحادي عشر من فبراير التي كانت بمثابة الرصاصة التي دمرت اليمن أرضا وإنسانا رواد مواقع التواصل الشماء يستقبل الذكرى بمئاس وآلام كبيرة جرى ما حدثته هذه الفوضى بحقهم وحق وطنهم وعبروا عن ذلك من خلال العديد من المنشورات والتغريدات التي تصدرت المراتب الأولى تحت هاشتاغ أحد عشر فبراير نكبة شعب فبراير أو ما تسمى بنكبة فبراير أنا يا جماعة أستيقلكم من هذه أسوأ حركة قمنا بها بالتأريخ أسوأ شيء في تأريخ اليمن الكامل على فكرة ما أدري كيف تسموها ثورة أو كيف تقيسوها عموما إحنا شعب عاطفي نقيس الأمور بالأسماس ما ثورة خلاص ثورة 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 ولو قد ودتنا في ستين داهية الأمور تقاس بنتائجها وليس بالمسميات يعني أنا ومش بالنيات العمل بالنيات نو بالمسميات بالنتائج بالنتائج إحنا نقيم نشوف نتائج الثورة وين الثورة قابت لنا الفقر المجاعة انقلاب فقدنا الحكم فقدنا الحرية فقدنا كل شيء دمرنا تماما ويقى واحدها بل يقول لك ثورة فبراير أي ثورة أي ثورة أيش من ثورة هذه كيف تسميها عن ثورة العديد من المنشورات والتغريدات عبرت عن النكبة التي سهلت دخول ميليشيات الخطيلة قلب العاصمة صنعاء وهيئت لها لنهب مؤسسات الدولة وتحويلها إلى إقطاعية خاصة لها والتي لم تسلم منها حتى المعسكرات التي سلمها النظام بعد إجراء انتخابات لنقل السلطة استجابة لمطالب الشباب وهو هدف من أهداف الساحات التي رفعت شعارات مطالبة بإسقاط النظام قيادات من حزب الإصلاح الممولة بأموال قطرية وتركية لا تزال تغرد عن هذه المناسبة التي حققت مؤامرتهم التي دمرت اليمن وحققت لهم مرادهم وأجندتهم الأجنبية التي يكلف للقيام بها على حساب اليمن واليمنيين اختار شباب فبراير هذه الحديقة وسط مدينة مأرب مكانا لاحتفالهم بالعيد التاسع لثورة فبراير المجيدة وتحتفل بعض المواقع والقنوات التابعة لحزب الإخوان بأنهم حققوا لليمن والشعب اليمني إنجازا كبيرا بهذه النكبة وبالحديث عن المنجزات التي حققتها نكبة فبراير فلا يلمس المواطن على الأرضيس والدماء والجوع والتشرد والحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات لاستكمال التهام الدولة ومقدرات البلد منشورات ردت على من يحتفلون بالنكبة وهم خارج اليمن ومن طالبوا برحيل النظام لا يعود المغترب إلى وطنه ها هم اليوم شردون في مختلث بقاع الأرض أم تلأت بطونهم بالأموال وأنشأوا الشركات على حساب دماء الشباب الذين غرروا عليهم واستخدموهم وقودا ليصلوا إلى مبتقاهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يشار الى ان خروقات الميليشيات الحوثية بلغت حد استهداف نقطة رقابة مشتركة بقصف مدفعي نجا منه ضباط الارتباط باعجوبة في استياق ذات تواصل الميليشيات الحوثية قصفها بمختلف انواع الاسلحة على الاحياء السكنية بمدينة حيس ما ادى الى اصابة احد المواطنين برصاصة قناص حوثي اسعفة على اثرياء الى مستشفى حيس لتلقي العلاج هذه المرأة العجوز لخصت بكل وجع ما يحصل في منطقتها فقد نسيها الزمن وتركمت عليها السنين بلا عدد محدد تجاعد وجهها وصدق لسانها اكد انه لا يمكن ان تخفي ملامح الوجع والخوف مما يحدث لهم جرى استهداف ميليشيات الحوث الارهابية لحيهم السكني في مدينة حيس مستخدمين قذائف الهون الثقيلة والاسلحة المختلفة في ليلة امس امطرة القذائف الحوثي المناطق السكنية في مدينة حيس بشتى انواع القذائف والهونات والرصاص الناس باتوا في مدينة حيس في خوف وهلع الى متى هذا التقاعص ها هنا وقع الهون مكان لعب الاطفال حيث يلعب الاطفال كما تشاهدون مكان لعب الاطفال يلعبون الاطفال لو كان وقعوا الاطفال يلعبون ماذا سيحدث سيدمر سيقتل الاطفال حسن المغاري لم يسلم هو الاخر من رصاص الميليشيات الغادرة لو لا رحمة الله ما تمكن من الوقوف مرة اخرى والحديث الى كاميرا اليمن اليوم بعد ان كادت رصاصة قناصة الميليشيات ان تصيب رأسه او تفقأ عينه لكنها حماية الله ليكون شهدا على حجم الاجرام زوجة حسن التي تسرد تفاصيل ما حصل لهم وكلها حزن واسا وبؤس وندم فلم تكتفي الميليشيات بنزوحهم من منزلهم بل زادت من الامهم بقصفه العشوائي الذي يواصل حصد المدنيين جميعا وارهاب الامنين فاطفالها الصغار لم تعد لديهم القدرة على تحمل كل ذلك الحقد الحوثي الموجه صوب منازل المواطنيين وعندما قام ينزف اجري معها واندي حد ساعدة شارح الجياران وانهم طرس انكم لا تفويني الزوجين ونشتراه جياران حوله وربطلهم مشده وكلهم عطا دمات ابي اعتنو طلقه نحق قناصة الحوثة وزعفوبة ومشتشفى حيث باتت الساحة التي لا تجف دماؤها نظرا للجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات الكهانوت الإرابية بحق أبناء المدرية مستغلة صمت الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق استوكولم فالحوثيون تفننوا في صناعة الموت والجريمة في السياق ذاته شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا على الأحياء السكنية في مدينة التحيطة جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة مصادر محلية ذكرت أن ميليشيات الحوثي قامت بعمليات استهداف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين جنوب المدينة بالأسلحة الثقيلة منها سلاح 23 بشكل هستيري وأضافت أن الميليشيات فتحت ميران أسلحاتها المختلفة على منازل المواطنين شمال المديرية مستخدمة للأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وسلاح معدل ألبيكا بشكل همجي في التحيطة أيضا أصيب مواطن بجروح جراء قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية منازل المواطنين والأحياء السكنية وذلك عندما كان واقفا أمام إحدى المحلات التجارية وسط المدينة هذا هو يحيى سعيد دخن جريح بهاون حوثي وصل إلى منزله هناك حالة من إنعدام الأمان لدى المواطنين وحالة صلف تنتهجها الميليشيات بشكل متعمد وانتقامي فلا ترى العين في مناطق الساحل الغربي سوى هذه المجاهد الدموية التي تسفكها الميليشيات الحوثية بقصفها المتواصل الميليشيات الحوثية ما زالت مستمرها في قصف المدنيين في مديرات هيدا من الصباح اليوم مهم يقصو على المنطقة بـ 23 يحيى جريح خير من أن يكون شهيدا ويترك خلفه ذرية ضعافة هكذا يرى من حوله بعد إصابته ونقله إلى المستشفى الميداني في الخوخ الصلف الحوثي والرعونة المتعمدة جعلت من التحيطة فعلياً أحد أكثر مناطق الساحل الغربي تضرراً بعد حيس والدريهمي في ظل صمت أممي وعجز عن فرض الهدنة داخل مدينة الحديدة فكيف بري فيها؟ تم قصف هاوي العشوائي ساقط بجانب أحد البيوت التحيطة لمن لا يعلم ليست سوى ممر عبور للميليشيات يحاول الحوثي من خلالها فتح طريق صوب مدينة الدريهمي كما أنها الهدف السهل للميليشيات التي تحاول أن تنتقم من المدنيين بعد حزيمتها على يد القوات المشتركة التي منعت على مدى قرابة عام ونصف من عجز الميليشيات استعادة ولو شبر واحد فقدتها زعمت الميليشيات الكهنوتية كعادتها من خلال أبواقها الإعلامية أنها أسقطت مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وأرسلت أكثر من ستين عنصرا من المغرر بهم إلى الدخول إلى المدينة للاحتفاء بانتصارهم فوقعوا أسرى في قبضة الأجهزة الأمنية التي استدرجتهم إلى نقطة الشبيكة هنا محافظة الجوف وهنا عاصمتها مدينة الحزم تقف شامخة عاصية على الإنكسر لم تستطع ميليشيات الحوث الإمامية أن تسقط محافظة الجوف على الواقع لكنها أسقطتها في إعلامها مستخدمة صور قديمة تعود إلى 2015 تحاول الميليشيات الحوثية حجد مزيدا من المقاتلين من خلال تقديمها انتصارات زائفة تروج لها عن سقوط مدينة الحزم حيث روجت لعناصرها أن المدينة تحت أيديهم ليتوجه 62 عنصرا من ميليشياتهم على متن ثلاثة أطقم للدخول إلى مدينة الحزم احتفاء بالنصر لكن أفراد الأجهزة الأمنية كانوا لهم بالمرصاد فتم أسرهم جميعا واغتنام أسلحتهم ومركباتهم يعرف الجميع أن كل إعلام الحوثي إعلام كاذب وليس لأساس من الصحة والجوف محميه برجالها ومحافظها ومشايخها وجيشها وأمنها الوطني فبعيد عنهم وعن أمثالهم بالنسبة للمضبوطين تم ضبطهم وحالتهم الآن في البحث الجنائي ومنهم البعض قد تم تحويلهم لإستخبات العسكرية وسنضبط كل من تسول نفسه مساس بأمن محافظة الجوف بشكل عام عددهم حوالي 62 لجارة التحقيق معهم الجوف ليست لقمة سهلة ليبتلعها الحوثيون الكل هنا يقاتل من أجل الجمهورية فالحرب الجارية ليست كما سبقتها بل هي حرب مصيرية بين إمامي كهنوتي وأبطال يقاتلون من أجل وطنا جمهوري فابن الجوف يجد المترس بيتا له من أجل هذه الحياة التي تسير داخل المدينة فمظاهر الحياة اليوم تسير كما أعتاد عليها منذ خروج الحوثيين لا في الجوف والجوف أمان ولا في شيء والحوثي كذاب مزيف كل كلام ولا في أي شيء من الحوثيين وأنهم مزيفي كذابين ولا في أي أخبار من الحوثيين وهم اللي يصعوا لي إن شاء الله يرتزقوا إن شاء الله أنتهم الآن نحن في وسط الحزم ولا في شيء ولا في أي شيء أمان ولا في أي كلام الحمد لله على السلام ولا في شيء إن شاء الله والحوثي إن شاء الله مهزوم مهزوم وإن شاء الله مرتفئة هكذا كانت الحياة هنا في عهد الحوثيين في عام 2015 حيث كان يرغم سكان المدينة عليها أبان دخوله للمدينة قبل سنوات تبدو وكأنها مدينة أشباح قد سلبت منها تفاصيل الحياة تماما أما هذه الصورة لمدينة الحزم لهذا اليوم أصبحت مستوطنا لكل أبناء الجوف والنازحين من المدن الأخرى فأوجه المقارنة بينهما الصورة قد تكلفت بإضاحها ومن أجل هذا فإن الجوف حلما للحوثيين أن يقترب منها توهمت ميليشيات الحوثي بإسقاط مدينة الحزم مركز المحافظة حيث تمكنت الهجهزة الأمنية من القبض على 62 حوثيا مهمتهم إغلاق السكينات العامة حيث تشهد المدينة استقرارا أمنيا واقتصاديا في ظل الحكومة عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة الجوف وعلى مقربة من الجوف شنت ميليشيات الحوثي قصفا بصواريخ الكاتيوشا على أحد الأحياء السكنية في مدينة مارب وذكرت مصادر محلية في مارب أن الصاروخ أطلق من جبل هيلان الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على مدينة مارب من الجهة الشمالية وسقط وسط أحد الأحياء السكنية بمدينة مارب ترجمة نانسي قنقر في حجة تمكنت الفرق الهندسية وتابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك سبعة ألغام بحرية زرعة ميليشيات الحوثي بالقرب من المياه الدولية بالبحر الأحمر فهذا مصدر عسكري أن الفرق الهندسية فككت سبعة ألغام بحرية زرعة ميليشيات الحوثي قرب جزيرة سانا قبالة مديرية ميدي وتسببت الألغام البحرية التي زرع الحوثيون في البحر الأحمر بمقتل عشرات الصيادين اليمنيين وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر كما تهدد تلك الألغام الملاحة الدولية إلى ذلك تسببت الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الحوثية بإصابة الكثير من أطفال الضالع بإعاقة جسدية وآثار نفسية فيما تسببت بتشرد ونزوح الكثير منهم مع أسرهم ما من شريحة من شرائح المجتمع إلا وتسببت الميليشيات الحوثية بمعاناتها وحرمانها من أبسط حقوقها حيث عانى ويعاني الكثير من أطفال الضالع وأطفال الوطن بشكل عام من بطش وصلف الميليشيات الحوثية وتسببت لهم بحالة من الخوف وإصابة أعداد كبيرة منهم بإعاقة في جسده منهم الطفل يوسف أحمد العولقي البالغ من العمر عشر سنوات والذي فقد إحدى ذراعه بسبب سقوط صاروخ كاتيوشا شمال مدينة قعطبة أما الطفل سعيد الحوباني البالغ من العمر عشرة أعوام فقد أصيب في رأسه برصاصة نجا منها بإعجوبة لكنها حرمته من المشي والتحرق بشكل طبيعي تمارس الميليشيات الحوثية أبشع القرائم بحق الطفولة والأيال الناشئة في اليمن من خلال الزجبهم في جبهات القتال عنوة أو من خلال استهدافهم بالأسلحة والألغام والعبوات الناسفة وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم وممارسة هواياتهم وإجبارهم على العيش في ظروف مليئة بالخوف والحزن وتشرد ونزح أعداد كبيرة مع أسرهم وتم إجبارهم على مغادرة قراهم ومدنهم ومنازلهم ومدارسهم الأمر الذي جعلهم يعيشون في أجواء أثرت على أدائهم التعليم وخلق لديهم مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية نعاكست الحرب بشكل سلبي على نفسية الأطفال في تفكيرهم، ألعابهم، تدني المستوى الدراسي الخوف والعنف، عنوان رئيسي لألعابهم، رسوماتهم، ألفاظهم، طريقة تحركهم أيضا المظاهر المسلحة المنقودة في المنطقة بسبب الحرب غطت على أي مظهر جميل يبني نفسية الطفل من استقبل يكون إنسان فاعل بشكل إيجابي في مجتمع وطن هذا هو حال الكثير من أطفال الضالع وكل أطفال الوطن فقد تسببت الحرب الظالمة التي تشنها الميليشية الحوثية لبعضهم بفقدان من يعولوهم وآخرين تسببت لهم بعاقة جسدية ونفسية وكان النزوح والتشرد والخوف وحرمانهم من حقهم في الطفولة بالعيش بأمان بعيدا عن أزيز الرصاص واقع فرضته الميليشيات الحوثية فهل تدرك الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن معاناة هؤلاء الأطفال وأسرهم جراء الممارسة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وهل ستستمر المنظمات في غض الطرف عن معاناة أطفال اليمن محمد الشعبي لقناة اليمن اليوم أفضال بدأت الاثنين أعمال الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمخفيين قسرا بين طرفي الشرعية والحوثي ومن المقرر أن يبحث الاجتماع المغلق بين طرفي الصراع في اليمن برعاية أممية تنفيذ تبادل الأسرى بين الطرفين والإفراج عنهم بعدما تجاوزت قوائم الأطراف أكثر من 35 ألف اسم معتقل طعن الطرفان في تواجدهم أصلا داخل السجون مجددا وبعد عام كامل من الانقطاع العاصمة الأردنية عمان تجمع طرف الميليشيات بما تسمى الشرعية للاتفاق على آلية تبادل الأسرى من جديد هذا الملف الذي تعثر مبكرا ورفض تطبيقه الطرفان بصورة رسمية وأب الكثير إلا جعله ورقة خاصة الأولوية فيه لأسماء معينة وقيادات من الطرفين ووصلت مثل هذا الاتفاقات التي تبرم ليلا إلى تبادل أحياء بجذث السؤال الأهم ما فائدة هذه اللجنة وقد تم فعليا على الأرض تبادل حقيقي للأسرى بقرابة سبعة آلاف فرد من الطرفين على مدى سنين الحرب كلها كانت بوساطات الملف هنا فعليا تحول من ورقة إنسانية إلى سياسية بامتياز ويعود هذا الأمر إلى إدارة الحرب في اليمن بطريقة سوداوية وهي الطريقة التي أطالت أمد الصراع وبالنظر جديا إلى واقع الأمر نجد أننا تعليق من طرف الشرعية لكن المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وعبر ناطقها قد حلحلت الكثير من العقاد وكشفت للعامة تلاعب الحوثي بهذه الورقة فهؤلاء هم أسرى حوثيون تم إلقاء القفض عليهم قبل السوكهولم وأثناء معركة تحرير الساحل الغربي ما يزالون لدى المقاومة ويرفض الحوثي تحريرهم بل ويختار نخبا على أساس عرقي وكذا مشرفين ولم يقبل الحوثي بالكل مقابل الكل في انتقاص من شأن مقاتليه وخلق تمييز عنصري مقيت الاجتماع الثالث في عمان ليس إلا محاولة لإحياء مسار اتفاق السوكهولم والتمهيد لمفاوضات سياسية يحاول قريفة تسويقها مؤخرا بل أن الأقرب من ذلك أن هذا المبعوث يحاول جهدا أن يخلق انتصارات وهمية اعتاد الساسة والعامة على حد سواء النظر إليها كاجتماعات لا تطبق على الأرض شيء مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل واشنطن تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية بسبب العراقيل الحوثية وعمليات النهب ما تتحملون مسؤولية في الدنيا وفي الآخرة وتتحملون مسؤولية ما يترتب على الفوضى من إزهاق للأرواح وهجر للطاقات وإخافة الطفل والمرأة خاف الله في وطنكم يا عالماء قولوا كلمة الحق البلد مش ملكة علي عبد الله صالح ولا ملكة حزاب المعرضة ولا ملكة العالم ولا لشيخ كبيلة ملكة هذه العدنة تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دانالد ترامب بإمكانية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن في رد على نهب الميليشيات للمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الانتهاكات والمعاملات السيئة التي تقوم بها ضد عمال ومسؤولي المنظمات الإنسانية وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تعليق أو تقليص المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية بالنسبة للولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى وذلك في اجتماع المانحين في بروكسل هذا الأسبوع وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اتهمى البليشيات الحوثية بوضع عقبات لعرقلة توزيع المساعدات وعدم إيصالها إلى المستحقين والتلاعب بقوائم المستفيدين اتهمات صريحة قادمة من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للميليشيات الحوثية بسرقة الإغاثة المخصصة للفقراء والمحتاجين في اليمن تقرير الفريق الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتهم ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران بممارسات قامت ضد عمال الإغاثة في اليمن تمثل فيه اعتقال العاملين وترهيبهم الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات العائدة للمنظمات الإنسانية عدم احترام استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني وأضاف التقرير أن الفريق حقق في ثلاث حوادث عنف ضد عاملين في المجال الإنساني في نقاط توزيع كان الهدف منها التأثير على عملية التوزيع أو السيطرة عليها وأوضح تقرير فريق الخبراء الأمميين أن الميليشيات الإرهابية دابت على وضع عقبات بيروقراطية لعرقالة توزيع المساعدات الإنسانية منها التأخر في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا التلاعب بقوائم المستفيدين والابتزاز والإكراه والتي زادت عدد حالتها في نطاق توزيع المعونة عام 2019 التقرير اعتبر سرقة المساعدات الإنسانية جريمة النكراء وتمثل إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات طوال سنوات الحرب العبثية التي أوصلت 80% من السكان إلى حافة المجاعة وأحدثت حالة إنسانية شديدة البشاعة وأكد التقرير أن ميليشي الحوثي تستغل الورقة الإنسانية لتحقيق أجندتها واستعطاف المجتمع الدولي ومنعت الفريق من الوصول إلى مناطق معينة ورفض منح الإذن بالسفر في رسالة واضحة لتخفي المعلومات الحقيقية المتعلقة بالمستفيدين وببياناتهم الشخصية يتضح جليا من خلال هذا التقرير المنقوص أن الخبراء لم يصلوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التي تهدف في المقام الأول التعتيم على الأعباء التي أثقلت كاهل اليمنيين وفي الختام تذكير بأبرز العناوين تسع سنوات والوطن يعاني من آثار نكبة الحادي عشر من فبراير التي دمرت الوطن وأهلكت الحرث والنسل كامر اليمن اليوم تضحض أكاديب الميليشيات الحوثية بسيطرتها على مدينة الحزم عاصمة الجوف عاقات جسدية وآثار نفسية ونزوح حال الأطفال جراء الحرب العبثية الحوثية في الضالع يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي لقاءنا في الخامسة والنصف على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر